من هو ما يريد بهذا اليوم بطارية 7000 ملي أمبير بجهاز متوسط السلام عليكم شباب ويأكم مرتضج ليحاوي اليوم عندنا جهاز الـ M51 هذا الجهاز واحد من أفضل الأجهزة حاليا المتوسطة الذي يأتي بأكبر بطارية بالنسبة السامسونج هو الـ 7000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع هذا الجهاز أعلنت الشركة قبل أيام وحاليا لو وصلنا عندنا بالعراق موجود متوفر بكل الأسواق جايبيعونا بشكل رسمي هذا الجهاز يجينا بمعالج سناب دراجون 730 جي الرام الثمانية قيقية مع المية وثمانية وعشرين مع ما أنه أبو المحل قلي الرام ستة موثمانية طلع الجهاز رام الثمانية هذا الشي حلو أعيش تديكم هذا الجهاز يجيك بطارية 7000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة الـ 25 واط لكن أنا شفتها بالعلبة هو 15 واط هذا الجهاز يجينا بشاشة مقاس 6.7 فول أج دي بلاس من نوع سوبر أموليد وشاشة سامسونج طبعا الشاشة مغطأت بطبقة حماية غوريلا غلاس 3 ومعدل البكسلات رح يكون 385 بكسل بالإنش الواحد طبعا الشاشة أنا شفت أول مرة تقريبا سامسونج مسويتها مع ما أنا ما مستخدمي الـ A71 طبعا هذا الجهاز A71 ومحسنة به هواي أمور أنا ما شفت ما استخدمت الـ A71 بشكل مباشر لكن هذا الجهاز حقيقة أحسة جدا مقليلة الشركة الحواف حضت الحواف من الأعلى ومن الأسفل مقليت لها بشكل رسمي يعني بدل ما أنه جهاز منحني من الأطراف لكن الحواف جدا قليلة مع ما أكو حافة صغيرة جدا بالأسفل لكن بالنتيجة تنطيك أداء روعة بالشاشة مستغل الحواف بشكل جيد بالنسبة لجسم الجهاز هذا الجهاز يجيني برباعي الكاميرات الخلفية مع الفلاش مع كاميرا أحادية بالنسبة للكاميرا الأمامية معالج الرسوم رح يكون بهذا الجهاز رح يكون معالج الأدرينو الـ 618 هذا الجهاز يجيني بكاميرات رباعية الكاميرا الأساسية والعدسة الأساسية رح تكون 64 ميجابيكسل والباقيات رح يكون 12 ميجابيكسل زاد عدسة 2 5 ميجابيكسل طبعا العدسة 64 ميجابيكسل رح تكون بفتحة عدسة 1.8 أكيد كاميرات سامسونج خاصة بالأجهزة المتوسطة نوعا ما تنطيك جيد إلى جيد جدا لكن أنا رح أجرب الجهاز وأنطيكم تجربة شخصية عن كل ما يدور بهذا الجهاز حقيقة حقيقة هذا الجهاز سعره مع ما سعره هالين 420 ألف فصلني مع التوصيل والذاكرة ذكرت لكم إياها والمعالج لكن بالاتجانة شوف هذا السعر شوية غالي لو كان 350-375 يقبل نعم لكن البطارية هنا تغري الكثير من المستخدمين خاصة إلى عبوب جي هذا الجهاز يقدم لك أداء متميز وستناب الدراغون 7000 ميلي أمبير يعني إذا ما تريد تمشي كفى تمشي كفى السبع ساعات استخدام اعتيادي أما بالنسبة لبوب جي يمكن يعبرك الخمسة أو ست ساعات وإنت مطمئن ليش أن 7000 ميلي أمبير كذلك هذا الجهاز يجينا بكاميرا أمامية هي 32 ميجي بيكسول الكاميرا الأمامية جدا صغيرة موجودة بوسط أو منتصف الشاشة نفس ما موجود بجهاز الجالكسي الـ A51 هل ستتعاملك الـ HDR والـ HDB 30 إطار بالثانية هذا الجهاز راح أسوي لكم فتح صندوق وبالمستقبل إن شاء الله سوي لكم مراجعة لكاملة وسوي لكم لعبة بوب جي ستجرب لكم لعبة بوب جي مع ماني ما ألعب بوب جي مع أموزين بيها وكذلك راح أجرب لكم أداء بشكل عام ونقلكم التجربة الشخصية ممكن يكون جهازك المستقبلي فرح أفتح لكم الصندوق وشوفون شنو محتوى العلبة الـ M51 هذا طبعا Galaxy M51 دوني جي للعلبة طبعا هذا أول ما نفتح راح نلقي الجهاز وأنا فاتح الجهاز مسبقا يعني على مودي الفهز طبعا لأن ما ماخده من الوكالة هذا الجهاز هذي كانت قبل تنطيناها بحافظة حاليا الشركة ما جاهد تخلينا بحافظة فهذه فرغة إنها الجهاز ما يجينا بحافظة هذا هو الـ Type-C بوصلة الشاحن بالنسبة للجهاز راح نخلي على صفحة كذلك هذي هي السماعات الموجودة اللي مخليت لكيها الشركة وهذا هو الشاحن هذا الشاحن Type-C 2 Type-C شركة كاتت لي على الشاحن 15 واط مع ما إنه الإعلان الرسمي للجهاز إنه 25 واط ما عرف شن السبب يعني شن السبب يجينا بـ 15 واط مع ما إنه إعلان الشركة 25 واط هلا إنه تستخسر بين الشركة تخلينا 25 واط بالعلبة ما عرف بالضبط النتيجة هذا هو الجهاز أريد حايدكم شغلة سابقا هذا هو الجهاز الـ M51 حقيقة الشركة مخلتلي الحواف كأنه الشاشة خرجتلي من الحواف يعني أنا يشوف هالمرة شركة سامسونج مستغلة الحواف بشكل ممتاز خاصة من الأعلى جداً حافة صغيرة هنا عدك الثقب الموجود بنفس ما موجود بالـ Galaxy A71 الحافة الصغيرة الموجودة من الأسفل كذلك جميلة جداً يعني ما تحسسك بأنه هذا الجهاز حوافة كبيرة مع ما إنه هذا الجهاز يجي بنظام الأندرويد عشرة إذا شفنا النظام راح نشوف النظام بنسبة للجهاز هذا يجينا بنظام الأندرويد راجينا بنظام الأندرويد عشرة وعادي أي تحديث يجينا جديد راح يستقبله هذا الجهاز لكن أصدار سامسونج هو الـ One UI كاتبه Core 2.1 طبعاً بعد ما شفته فتح صندوق الجهاز وشنو محتوى تعلبه أكيد عندك أي سؤال إذ أني هابد تعليقات إن شاء الله راح أجاوب عليك أو بالمراجعة الكاملة راح أجاوب على أكثر الأسئلة اللي سألوني نهاية الفيديو أتمنى أعجبكم الفيديو لا تنسوا العجاب والاشتراك بالقناة وإياكم مرتضة جليحاوي وفي أمان الله